موسيقى 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 وكذلك في شأن الرياضي صدور قرار من الفيفا بمنع انتدابة ليس طبيعة هو الأخير عدد من الفرق الوطنية بسبب مشاكل مادية وخلافات وكذلك على مشارف نهاية شهر رمضان الفضيل نتوقف عندها قيم أولي للأعمال التي تبوتها القنوات الوطنية بهذه المناسبة سناء العاجل حنفي مديرة موقع مريانا مرحبا بك شكرا جماع وبضعة أيام قبل العيد نقدر نقل المستمعات المستمعين عيد مبارك سعيد بصحة والعفية تحية جماعة تحية المستمعين وكما قلت سناء عوش المباركة وعيد مبارك سعيد هذه الحلقة غدوز قبل ما تجيح هذه الحلقة آخر حلقة من شهر رمضان خليها تلخر ومتمنوا الناس العيد جوج مرات ما يخالف ما دشروش نحويج العيد فهذا عدوز وطن في طروبه وطن في طروف رمضان خليناها سكسي ناسا لا أخير سوء المعالج نفساني مرحبا بك صباح النور والصرور المستمعات والمستمعية رديد زمان سيد حمزة حشلاف سيد زماني في موقع دزين بواما مرحبا أهلا جماعة أهلا بالمستمعين والمستمعات الكرام والكريمات شكرا لكم جميعا كذلك نحين نقول لكم التحية العاطرة دي التقم التقني الجميل حمزة بيكم وأنور شيك دالي نبدأ بالموضوع الأول فنهاية حمزة بيكم حمزة بيكم هذا حسن من دافيد بيكم هذا الشاب وبشوش وزوين مكشفوش المستمعين ومكشفوش المشاهدين ولكن راديما مزيان مكيذكرنا حاف يعني وما تقم جميل وتحية عاطرة حمزة بيكم حمزة زوين واعر حسن من دافيد بيكم يا الله يالله وقف حمزة وها هو يحييز مستمعات المستمعين واني دافيد بيكم دابونا في يماته لا لا دابو في يماته دابو في يماته دابو في يماته سنة التقى رئيس الحكومي دا نهاية الأسبوع الماضي بالضبط يوم السبت مع الأعضاء ديال الجناء ديال تعديل المدوانة تسلم مقترحاتهم غري رفعها الجلالة الملك في أفق أنه تكون الصيغاء وتتحلل أمام البرلمان اللي لاحظنا هاد اليامات هو واحد النوع ديال تراشوق ونيقاش جدل ماشي نيقاش ربما فيه جدل وفيه بزاف الأمور ديال اللغط بين يعني المحور المسمى المحور المحافظ والمحور ما يسمى بالحادثيين وكل واحد كي حاول يفرض وجهة نظر بحل واحد نوع ديال الضغط في انتظار يعني الصيغان ياللي غدي تباني وتسريب هذا طبع الحال بزاف ديال فيك نيوز وبزاف ديال الأمور لمصحيحاش هذا جزء من الإشكال ديجا هو أن بزاف ديال الأخبار كتروج أنها ضمن المقترحات في حين أنه المقترحة والصيغة اللي قدمتها اللجنة دي المدونة سرية إلى غير الآن ومهم أن المستمعات والمستمعين يعرفوا أن أي حاجة كتروج هي محض إشاعة بعد المرات الناس كيروجوها بحسن نية ولكن البعض كيروجها عمدا أو كيروج بعض الإشاعات عمدا باش يقدر باش يقدر يخلق تخوف ربما عند الناس في المطلق أنا كنعتبر أن أي نقاش هو صحي لأنه كيبي أن هناك توجهات مختلفة في المجتمع وأنه مش يكون نكا نشبه البعضياتنا غير هو أولا منيكي ولي النقاش فيه التهديد بالقتل وشفنا تهديد صريح بالقتل وبعض الناس بالأسماء ديالهم ومنيكي ولي فيه التهديد أحيانا بالحرب الأهلية في المغرب فهنا يقول رسالة خطيرة وأتمنى أن الدولة أنها تحرك على الأقل ضد هالنس هذو اللي كيروج هالتهديدات كين تيار كيف ما قلت حداتي حقوقي اللي كيدافع على المساواة وعلى الحقوق بشكل صريح لأنه كين أشكال حيف اللي احنا بنفسنا نتكلمني عنها شخص مرة في هذا البرنامج الولاية التعصيب النقاش جيل إير تزويج تزويج صغيرات وكين تيار آخر نقدرون نسميه وخال مسألة أعقد من ذلك تيار المحافظ عنده أفكار ديال وهذا من حقوق طبعا أنه يكون كيدافع لها غير فين كي ولي أنا بالنسبة لي الإشكال هو من كتول لك يعني عندك هذك تيار الحقوقي يقول هاي الأفكار اللي أنا كندافع لها أنا كفولان أو كفولان أو كمؤسسة هذك تيار تاني كيولي كيدافع لها وهو كيعزاب نفسه ناطق رسمي بإسم الدين أو هو الموكل من طرف الله نفسه بش يتكلم وأحيانا نديفع على أفكار خطيرة بحضب مثلا غير تفاصيل أو نماذج من بعض الأمثلة اللي شفتها شي حد اللي كيقول لك ما كنش حاجة سميتة تزويج القصيرات حيث المسألة غير مرتبطة بالبلوغ هي مرتبطة بالقدرة على الجيماء وتقدر البنت ما تكونش بالغة ولكن عندها قدرة على الجيماء كيفاش غنتكلمو على قدرة على الجيماء عن طفلة وخصوصا مني كيقول لك أنها ما ما بالغاش ومني كان جميع يقول لك ما شي طفلة يقول لك فوق يعني فوق ربعتاشر عام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كارهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها وعندك تيارات فقهية كثيرة كتقول لك ما كنش سن أدنى ضوكي لفت احتيالية في 14 عام غايجي لك واحد أخر يقول لك تيارات القراءة الفلانية كتقول لك ما كنش سن أدنى يعني ممكن فنانمو لأنك حتى النقاش ما غد نطوروش في ذا بد يال الزواج بالرديعة وفي من يختلف ومن يعارث ولكن أصلا مؤنى النقاش يكون مطروح الزواج في الرديعة هذا في إشكال كان مثلا الناس يقول لك هذهك بنتي وأنا حريتي الفردية أنا نزوج بها وبالتالي هذا تيار يستعمل الحرية الفردية اللي هو كي حاربها في أمور أخرى بشي استعملها في شي حاجة اللي هي في النهاية رمشي حريتك الفردية منك تتكلم على بنتك رهي نفروض تكون حريتها هي الفردية ماشي انتها ماشي متملك أو وصي دي لذيك البنت كينا ما ديش خرى مثلا النقاش دي التعصيب نقاش دي الوصية التي يتم تعطي الآيات صريحة فيها بموجب حديث يعني الحديث كي يقول لك ينصخ الآية القرآنية كيف ما قلت في الأول صحي أننا نختلف في هذا النقاش والمجتمعات تتقدم بهذه النقاشات باش نشوف الأسلم ونشوفوا شنو اللي فيه المصلحة خصوصا بالنظر لتحولات اللي كينا في المجتمع الإشكال مني كيكون فيه ترويج الإشاعات بحده بمثلا بزاف منتشرة هذك الإشاعات يرى غيتم الاقتطاع دي الأجرة في حالة الطلاق باش تكون نفاقة من المصدر من المصدر وكل ما كانت مثلا ترقية أو غادي الترقية تطبق حتى على هذك الاقتطاع أولا هذي فيها إشاعة ثانيا هي تترجم واحد تصور اللي كي جيني أنا محتاجين فهموه ربما تنفسيا مش فقط اجتماعيا كيفاش كنعتبرو أن الراجل لا تلق بحل الظلم لي أنه يكون كي يخلص النفاقة هو إلا جينا نتكلمو رأي الإشكال هو النفاقة رأي ما كنتمش للمرة النفاقة رأي حق لذك الوليدات ولا تلقت تلقتون تهو دك المرة الوليدات لا تلقتش منهم كي يبقى دائما أب ديالهم ثم كين هذي المسألة هذي الجوهرية ديال كيفاش حتى بعض الناس ما غنقولش لحداتين لمحافظين اللي هما متعلمين وما عندهمش إشكال أنهم يروجوا الإشاعة باش نختم غادي نقول نقشفت شي هذا كله صحي لكن أولا كل واحد يعبر على موقفه هو كمؤساسة أو كشخص حتى واحد ما هو ناطق بإسم الله أو بإسم الدين والتهديد بالعنف والتهديد بالحرب الأهلية هو إرهاب صريح اللي كي يخصن الدولي إذا عليك شي تعقبة رضا عدة كنظن هذا غنطلق من النقطة اللي شارت لها اللي شارت لها سنة هو ديال الخطر الخطر المحدق بالمجتمع المغربي اللي كتاوى غير أمام الرابن إيران الإرهاب والتفجيرات الإرهابية والجهاد وتكفير ديال ديال الدولة والتكفير ديال الحكام والتكفير ديال المجتمع المدني وديال Christianity واللي يمكن اللي يمكن الجيل ديالي يمكن هو الجيل اللي اكتوى الأكتر الجيل ديالالاس تمانينات لأنه عرفنا في تسعينات هذا المد الخطاب التكفيري والخطاب الترهيبي في التسعينات وكننا نخالوه فقط خطاب معين فإذا بي تبلور إلى عمليات قتل في ألفين وجوز إلى عمليات تفجير في 2003 وكان أوجود تشابه فكنت ذكر على أنه كانت في 2000 2001 ألفين وجوج ما كان يعتبر أن ذاك هو الفضاء العام لي كان هو المسجد اليوم هو مواقع التواصل الاجتماعي كان واحد الخطاب اللي كان فيها تكفير كان فيها خطاب دموي كان فيها خطاب تفرق ما بين الناس ولا تعملون واحد الوصاية معينة على سلوكة الناس وعلى مشاريع المشاريع الاجتماعية ديال الدولة وتمت الاستهانة من طرف الدولة بهذا الخطاب إلا وغدين ستفقوا في 2000 جوجوج على أنهم كيوجدوا العمليات وكان ينزل في البحر مثلا كانوا كيهبطيس لخون الناس علاش تيخيموا في البحر وعلاش العيالات تيعموا في البحر وذك شي تم التعامل معاه بكأحداث منعزلة إلا فش هجم علينا المد الإرهابي في أحداث 16 مليا للدار البيضاء اليوم وأحداث أخرى في 2005 وهلو مجرى وأرقانا وأخرها هو الشرطي اللي تم اختطافه من خلية إرهابية هذه أقل من سنة في رمبون الرحمة في الدار البيضاء واللي اغتيل في ظروف غير إنسانية وحشية واللي الناس متابعين والليوم يمكن كانت سنولة الأحكام ديالهم اللي يمكنت مشي حتى الاعدام ولكن اللي بغيت نشير له على أنه هاد لحنا مجتمع عنده ظروف تشديد مجتمع عنده واحد لاماشين ويلي ديال منيك يكون خطاب دائما في الجريمة عنده فاعل معناوي وعنده فاعل مادي الفاعل معناوي هو اللي كي سهل هاد الخطاب هذا ولي كيبرره هو اللي ولي كي دير التدليس الفكري هو اللي كي يقول لك رابغين يفجرون لنا الأسرة رابغين يفجرون لنا العائلة مني تيقول لك ما تقش عائلتي إلي غا تهدر على الغتصاب الزوجي فهذا ماشي تي ما بغيكش تقش عائلت وهذاك ما بغيش بحالة يقول لك ما تقش ما تقش الطغيان ديالي ما تقش الحقرة ديالي ما تقش مني ابن كيران تيقول لك ما تدخلوش علينا يريد دخول لك لبيت النعاس. الدولة يمكنك دخول لك لبيت النعاس إلا تتعنف زوجة لك. إلا تتعدى لها. إلا تتجوعها. إلا تتحرمها من حقوقها. الدولة لديها هذه الإمكانية وخاصة تكون حكمة بين الناس. فهذا الخطاب ينم على واحد الكره للمرأة. واحد الكره تاريخي ومعلل بين نصوص. والتي كانت تمثل على أنها ملكية خاصة للرجل والتي يتعامل معها كشيء في الملكية الخاصة. وأي تعديل سيعطيها واحد الحقوق معينة وخيكون هذا التعديل فقط لتسوية الوضع المختل جدا فهو سيقدمه تدليساً صالحة. بتدليس على النورة شي حاجة لك تعدد نوات العائلة. دعونا نسمعه بسرعة حمزة ومبعده سي محمد الغروس. أنا أمريكاً أقول ناقاش عمومي. نريد ما هو ناقاش عمومي أصلاً. أنا بالنسبة لي كيف يريد أن يكون ناقاش؟ هو ماشي ناقاش. من الأول. يعني أمريكاً تشوف الناس الفاعلين في ناقاش هذا يكون هما. واش أكاديميين. مختصين. قضاء. أساسي ده جمعيين. محاميين. أساسي ده السوسيولوجيا. أعرفوا المجتمع المغربي وكيدرسوا وخدموا عليه؟ لا. مدراري صغار ومجانين عندهم حسابات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي من الطرفين يتراشقون. واحد البقايا ديال واحد الناس مزينة كيتمعيشوا بواحد القاضية كيدروا ضرابات السيباقية قبل ما نعرفوا نيت المضمون دير هذا الشي هذا. حيث أنا ما عارش. أنا اليوم ده ما ما نقدرش نكون لك. وكنقول لها زمان صراحة نكون موقف من شنو غا تجيبين مدوانا؟ أنا ما كينش ما. ما عنديش ما عارفش. عنده عنده من يهم والأمر. فولا. وبطبيعة الحال اليوم وسائل التواصل الشي معي. أنا بالنسبة لي ما بقاتش في صالح النقاش العمومي. ولا تكتبشي ضده. لأنه لسنوات غيبنا. ونقولها غيبنا. الأصوات اللي قارية وواعية وعارفة راسة ما تقول. واللي عندها الشرعية في أنها هي للدير النقاش العمومي. وكايم طبيعة الحال للبعض الذين توارئوا إلى الوراء. واختاروا أنهم يخرجوا من النقاش لأسباب مختلفة في هذا الموضوعي وفي هذا الداتي. الوضع العام وهذا اليوم. أنا أقول لي واحد قضية والله ما بقينا بلد جيدية. ماذا ما فريمون. إحنا بلد تافه في النقاش العمومي من المواضع. وأتحمل مسؤوليته وشنو كنقول. حيث ما يمكنش. نأخذ بجيدية أنا. أنا أقول بعض العبارة. درالي صغار كيش يروف في فيسبوك. وما عارش راسة عش كيدوي. وما كينش تلح جاج يعني. باش يدافع على رأيه. ولا منها تجيه لما تجيه. هو دائما دائما في الإرهاب عموما كانوا ذاك الفائل. لا ما كينش غير إرهاب راتاف الأخرين زيماعة. من طرفين. يعني في الفائل عموما العنف عموما العنف يستغل إديولوجيا معينة. ولكن هذه الإديولوجيا اللي كتعنينا. إديولوجيا الإديولوجيا دائما تكون واحد المكفر واحد العقل مدبر. وكيخلي واحد الشاباب. ربما بغي يقول لك بغي يقول حمزة أنه هاد شي كله غي تراشق. ماشي. دبا خطر الخطر دي. ماشي حي تراشق مع المدوان أو لا. إلا راح توف نقاش هات المدوان فاش يالله بدأ يعني فاش يالله بدأ الورش. كان هاد شي ديال فيه كنيوز والكدوب وهاد. شوية بان بأن الأغلبية كانت غي كدوب. بدأ شوية نقاش. شوية في الأسابيع الأولى. شوية كان صمت. ولكن ماشي ماشي أنا بنسبة لي حيف أننا نقوله من الطرفين. ممكن في الطرفين لقوا بعض النماذج اللي داخل في تراشق والتفاهى. ولكن مثلا أنا كنشوف بعض الأصوات. في مواقع التواصل اللي كيجيب لك لي زغي ما مثلا الإشكالية ديال التصيب. هالواقع المجتمعي. هالتناقودات محاضرة زي ما كنشوفها كينا. ولكن بينه وبينك شكونوا ما هادو؟ أرى هذا هو المشكل في فيسبوك ووطع التواصل. شوية فائل في مجتمع المداني. هالنصب والحتيال اللي ولينا كنعيشه اليوم ديال بنادم كدير على مزرقة. وكيسميره صفائي المداني وكيكتب بلغة زوينة شي حاجة طويلة. وكي نقول ليو نعتده برأيها. هذا هو اللي خاطر اليوم. أنا متفق معك في المطلق. ولكن أنا مني نغلق مثلا حمزة حشلاف. وخاما عندوش لسترسيدي الباخي. أنا مثلا أنا كنقول. مغيجي ويعطيني عدد من القراءات ومعطايات. ماشي بالضرورة أن أخذها كحقيقة مطلقة. ولكن تساعدوني مثلا أنا غير نقاش ديال تعصيب. اللي تطرح في هاد الأيام الأخيرة. استفدت عدد كبير من المعطايات والقراءات وهذه اللي كتلقاها عند الناس. ماشي بالضرورة عندو هادا كلوستاتيو. أنه فئينا سوسيال شوال الله. مين شخص اللي قرا فيه بزيال. فهمت. فتفق معك. هادو حاضرين أنا فين عندي الإشكال كيف ما قلت لك. بحادة باقف. هاد شي اللي قلت ديالتفها. وسمحني ناخديني الكلمة. نو هاني. ولات كتضحكني بزيف ديالتعليقات كالقائرة الإملاءات ديال البنك الدولي. انت عاوش عارف شنا هو التخصص ديال البنك الدولي. واشنوه علاقته بالنقع الجلمون الدولي. حيث ما عارش. ولات كتجيهم بحاله ولا قيمه. حيث ما رقيتش بش نجاوب حمزة حسلاف. لأنه داب الجامعات ديالنا خاوية. الجامعات اللي خصكون هي البلصات الندوات اللي كانت أطراد النقاش. نعطيك بواحد مقارنة أخرى. قرر لي بالنقاش اللي كان في مدوانات الأسرة في بداية الألفين. والنقاش مع دابه. وغلتشوف المستوى جهة حين نزل. نورمال مورا مشي واحد من جل ديالي خصو يقول اضراب. هاد سياندي سكو قدير بنادمني كبير. ولكن انا مع هاد الانجاني غصون. وحضرت وانا صغير لناقاش كيف كان. بقاعل الحدة اللي كانت. ولكن كانوا كيمتلوها أطراف سياسية. اليوم هاد أطراف سياسية ما. ولو ما كيناش. احنا اليوم أطراف فيسبوكية. كل حرب بالوكالة. كل كدير طبيعا الحرب بالوكالة. كل كدير طبيعا الحرب بالوكالة. ولكن دابك ان هدروع لبن كيرانا. عطيني زائم سياسي أخر خرش جاوبه. لا مثلا الحزب الأول في البلاد. ما عافلش موقف ديره في الشيء. ما زال ما عافلو منايا. لا 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 الحرار. لا البام. لا كلهم ساكتين. غير غير غير. عطاو داك توسيات ديره ومسكتو. فين يمكن متفك معك هو. ما كينش نقاش ديال الفكرة تواجهو الفكرة. نقاش أفكار. نقاش نقاش مرجعيات. نقولو قاع نقاش إديولوجيات. احنا اليوم. مني كان وليو كنستعملو في القاموس. حرب أهلية. قطع الرقاب. مني كان وليو في هذا القاموس الإرهابي هذا. فما نحن. كان وليو خطابات. هو واحد مثلا. لا مش واحد. كان عديد ديال الناس. مواقع التواصل الاجتماعي. اللي اليوم. ولت هذا الخطاب هذا. حاضر. بكل بكل تأكيد. ولكن واش المقاربة الأمنية. من الفين وثلاثة لدابة بوحدها. مخرجاتنا. واش قدرناها كافية. الحسابات اللي ما تعرف شكون مواليهم. تعادي. وهنا. كان اللي معروف شكون مولاء وهذا. لا ولكن جميع حسيني. ما كناس عارفين مولادة. بك فطو أنا ما عارفش. على أنه ما عناش بديل. على خلق نقاش الأفكار. إلا خلينا. إلا خلينا الميدان. ما فيش نقاش ديال الأفكار. مولادة تراشق هذا القاموس الحربي. وطار التعابرة كان واحد الزاعم هنا. حساب سياسي قالوا ما ش بغيتون نوليه سوريا. امتيني. أنا القضية ديال الحرب أهلية أنا ضدها. أنا يقولها. ولكن جاني شوية ديال أو ثاني. ديال أجني نشدوك من نص جملة. باش نقولو أنه يهديدو بالإرهاب إلى آخره. لا رحز بشي واحد اللي قال لا مثلا هدرش على وقعه وكاملك هدر على ذاك الحالة بالضبط جاتني كان شوية المبارغة معال انني لا اتصافق مع شنو قال في القراءة اللي تعطات لشي امور كل شي ولي مرس الرقب هو اللي جي من رأس العلم يالله جي من الجامعة شو يا وصافيلا بالعكس كلكم مأساتينا نخبتيرا وصابقيننا طبعا لا بالفعل لنا هاد النقاش بكل صدق كان حول وش هو نقاش طبعا في مستوى معين كين نقاش في الاطراف الاخرى استمعت السلفيين استمعت الاسلاميين استمعت الوحيد العدد وفي الطرف الاخر استمعت التارف عاصيد استمعت الوحيد بطريقة وداخرى وكين واحد التمايض شوية وشوية العقل في النقاش وكين مستويات ديال الجنون حتى التراشق حتى الالان الشي اللي احنا كنعطوه فيه امطلاء الآن ولكن أنا اولا كما قل حمزة بصداد واحد للعدد ديالالالأفكار استمعوا الناس دل واحد التمرين ديمقراطي بطريقة أو بأخرى رفعت الخلاصات إلى رئيس الحكومة وسترفع إلى رئيس البلاد كنتظروا المسطرة الشريعية طبعاً وهذا حتى ترجم القوانين وعقوبات ومخالفات وتنظيم. دونك ما زال واحد عام ديال النقاش يسليم النواب وتمشي للمستشارين وترجع وستعقبها أيام دراسية داخل هذه المؤسسات دونك ما زال فرصة للنقاش ولكن كتلاحظ أن الطرفين اللي كي نقشوا من داخل إديولوجيتين مضادتين طبعاً كين شوية ديال الصراع وشوية ديال الحمقاء وشوية ديال تعصب لنا قولها بصراحة من الطرفين شكون غير باحنا أنت أنا كيباليا كانت مننا تربح الأسرة المغربية وكانت مننا تربح الأجيال المقبلة وكانت مننا يربح مجتمعنا لأن بالفعل هناك مؤشرات مقلقة على الواقع ديال الأسرة. وبالمعنى ديالها الحالي وحد العدد ديال الحيف اللي كتتعرض للمرأة كمكوين داخل هاد الأسرة ولا بعض المقترحات اللي تشوفوا أطرف معينة أنه ممكن تأزم هذا الوضع ديال الأسرة في المستقبل كنا نهضروا عليها تشي اليوم كامل وإحنا وسط معطيات كتقول أن العزو فعل الزواج عند المغربة متصاعد كتقول أن حالات الطلاق في ارتفاع كتقول أن الصين ديال الزواج يرتفع دونك هاد سؤال أي مجتمع نريد راه من حق أي واحد بيهدوء أن يدلي بيهدوء حول كيفاش كيشوف هاد البلاد هاد المجتمع شننتصور دياله لكن بهدوء هاد مجال بالضبط ينبغي أن نتحدث فيه والشفتين ديالنا ترتجيف والأياد ديالنا ترتعيد لأنه راه ما راه كانها في القلب وفي نويد الأمة هاد ماشي شي حاجة تنوية طرف لا الموضوع على غاية من الخطورة وبالتالي في تقدير ديالي الأنجح في هاد الطرفين هو القادر على الاستراحة لوهلة من نظارة الإيديولوجية اللي عادة كي تعقبتها يعني التعصوب والقدرة على الاستماع المخالف ايه انتي بيهدوء مرة أخرى والقدرة على التطلع على التجارب الأمم اللي دازت وعلى التجارب الإنسانية ديالدباء وكيفاش نوصلوا لشي نموذج خلاق اللي اعتقد أن هاد المبادرة الملكية وهاد اللجنة وهاد الاستماع كفيل كما علج تعالج الإشكال مع الخطة إدماج المرأة التنمية السابقة وما تبعها وإن كانت هي مشروع حكومي أكثر منه ملكي اليوم مبادرة ملكية كي اللي جنة استمعت المجتمع بمختلف تلاوينه علاش هاد هاد التعصوب من الطرفين ونحن لا نعلم مضمون هذه المذكرة بعد وإحنا غادين غير شوية بشوية ورغت ناقش وغتمشي القانون نتمنى مرة أخرى أن المنطق ديال التكامل والتعاون أنا أجدوني ضد منطق الصراع في الأسرة هاد كلها يجرل جيته وكلها بنقاباته بوحد الطريقة لما كيبقاش المنطق ديال الأسرة هو الغالب لخص طفل يجرل عنده وليدهاب الأب والأم الجاحيم خص الأم تجر وليدهاب الأب الجاحيم خص الأب يجر لا بد أن بحث على الصيغة ديال التكامل وأنا كما قلت ما شيء يعني طرف أو فاعل ولكن مزوجين هو عندنا أولاد ومن حقنا أن نخاف على على واحد العدد ديال الأشياء ونطرحوا واحد الأسئلة ويقول لنا يعني واحدة الرأي في كيفاش كنشوفوا هاد الأمر اللي احنا ماشي ماشي آدات فيهم يمكنش نقبلوا أننا نكونوا مصيارين أو نتيجة ديال الجوج ديال الأطراف كالتطاحن إما الاعتبارات إيديولوجية إما الاعتبارات مصلحية إما واحد العدد ديال ثواني معدودة الأشياء الأخرى الحمزة والله ما زال عندي واحد ما زال شوف على هذا النقاش حيث أنا تعمتنا نسمع في الحقيقة لا مزيان لا أنت ماشي من اللجنة باش تسمع لا ما حزب حزب عدل وثمي هذا النقاش يستمع حزب العدل وثنمية عمام المذكرة ما زال فيها المقترحات ديال كم من يشفنا وصلاة وشفوها الناس وقرعوها كانت عندهم شجعة لأنهم يعبروا على عراء ديالهم ووقف ديالهم وقالوا علش الحزب الأخرى ما تتبعوا هاتش أعتقد الاستقناء تهولا أنتوك حنا جبنا دابالا الحزب الحاكم ومن معاه تحد فيهم ما سمعنا ماشي تما تخرج توصياتك يخرجوا غير برلمانيين ديالك ويقولوا هاكي فاش كنشوفه وهالتصور ديالك من اللي كي غيبوا هات الاطراف اللي هم المعنيين اللولين هم اللي غادي صوتوا هم اللي غادي صوتوا فبطبيعي يكون عندنا هاد النوادي الناقات أنا كنقولك عدل وتنمية الوحيد اللي قرأت وشتي وعيس بعد عدل وتنمية قرأت بعض المقترحات اللي كانوا في بعض الأمور ومجلس الوطن حوق الإنسان بعض التسريبات ماشي تار سميدك شي أرا هنا فين من دسمتي يتفهمنوا ومش فين غاديات شيء أنا بعجلان نتافق مع اسي محمد الغروس في واحد النقطة وبغيت غير نوضح جوج نقاط أخرى الأساسي هو أن من يكي يكون هاد النقاش هذا اللي مطلح كله أو التعديل اللي هو منتظر هو من أجل مصلحة دي الجامعة الأفراد والأسرة باش ميكونوش هاد أشكال الحيف اللي هي كي ندابة الحقاش اليوم اللي واقع هو أن أحيانا الأطفال كيدفعوا الثمان ديال سيرعات مبيل الوالدين وكيين أشكال ديال الحيف اللي كيعيشوها النساء باش نكونوا موضوعين في الواقع ديال ديال المجتمع كيين أشكال أخرى اللي كيقدر يكون ندلم فيها الأب وتكلمنا من قبل مثلا على المسألة ديال الحضانة واشتخص يتعاد في هالناظر فبتاليح نحن نتكلموا مثلا كيفاش غير يكون أب تيشوف الولد دياله من رفسي يا ديال الحضانة يا ديال الحضانة يا ديال الحضانة تحبش المنصفة فيها الحضانة اللي يمكن يتطرح فيها الإشكالية ديال الحل ديال مثلا تكون بالمناسبة مشتركة بتناوب فالهدف اللي باقي نوصلوله هو أن أشكال الحي في اليوم اللي كينا كالكو سوى الطرف اللي هو كي ضحية لها أنها تعاج أغلب الحالات كتكون فيها المرأة منيك نتكلموا على الولاية القانونية وهناك تشك مجموعة من الإشاعات اللي كاتروش تكلمت قبل عن المسألة ديال النفاقة كيفاش كنشوف عدد كبير من الرجال عندهم مشكلة حقيقة منيك تتطرح النقاش ديال النفاقة لأنك تبقى بالنسبة لي هاداك السيدة اللي هما تطلقوا غالبا في حالة سيرا عكد تأخذ ذاك الفلوس في حين أنهي النفاقة ديال الوليدات كينشي ضواهر اجتماعي اللي تكلم لها السيمو حمد الغروس اللي خصنا ننخدوها بشوية ديال البانسات نيك نتكلموا على العزوف عن الزواج وش كينشي ضاهرة اسمي لركل قواغي في العربية ما لقوف تشيلو غاخرة الكاليمة ديال العزوف على الزواج وش هو عزوف وش هو تغيير ديال معطاية اقتصادية واجتماعية اللي خلات سين الزواج المعدل ديال سين الزواج كيتغير ومشي بالضرورة عزوف تماما نيك نتكلموا على اسميتو الارتفاع حالة طلاق خصنا خيرت كذلك نحاولو نفهموها ومعدناش رحيت أرقام الزواج ارتفعش باش ارتفع طلاق تماما نلحقاش كين بعض الطيارات اللي كتحاول تفهمنا أن اللا راحية كانت تعديلت ديال المدوانة تعديلت ديال المدوانة اللي كانت ديال 2004 سهلت بعض حالة الطلاق اللي كان أولا غير تطليق في يد الرجل كانت لمرة كيخستها تثبت أنه واقع لها ضرار إلى آخره وبالتالي خصنا غير نتابه لبعض تعبيرات اللي كانت ديال تصير ضواهر معينة اللي كتخلي نعطيه الان طيبة أن الله عزوف ومشي نص ولا غاية بالعكس سوتك شفية الجانب نفهموها أنا مثلا شفت واحد المرة فاعل قانوني كيقول لك على القانون ديال مكافحة العنف ضد النزاء كيقول لك تونسو هاد القانون شحال هادفة ما إلا منين ما كانش كانوا النزاء كيصبروك كانت بقى الأسرة كنحافظوا على السلامة لها وده بغا تقولي تمشي تدعي رجلها وبالتالي احنا من وجهتنا در قانونية كنقولوا لها المرخصة تصبر على العنف بحال شفت هاد الاسبوع سيدة فاعلة في قطاع القاضاء وبالنسبة لها النقاش اللي مطروح ديال الولاية يعني أنها سنحيضوا الولاية لأب ونعطوها لأم في حين النارة ما كنتشي واحد يطلب أنها تحيض هي خصة تكون عن طرفين معا خلال الزواج ومن بعد طالق تكون عندها الحاضن إلى الأب هو اللي حاضن خصة تكون عنده الولاية لأنها محتاجها للإجراءات القانونية اليومية ديال ولداته وإلى الأم هي الحاضن خصة كذلك تكون عندها الولاية ولكن كان أكد واحد القضاء يقول تاسي محمد لي مهمة بسوء هي اللي حاضرة اليوم هي أنهو كأننا في حرب ما بين رجال وما بين نساء وكأنساء حرقة الأضعاف وما الأطفال والنساء وحتى بعض الأطراف في الحركة النسائية لا تريد أن تخلصوا من بعض الامتيازات اللي ضد إيديولوجياً وفكرياً الحادثة والتنور غير حيث تستفز من المرأة وكان عندي نقاشات مع البعض منه يقولك لو هاداك الشي اللي كتتدي هي مطلق رأي لما كانش عندنا اليوم هاد الوضوح فعلاً نتحدث عن المتعة رامي ممكن أنت تكوني حاداتية شوف المتعة وصداق وكل شي نحن نقول بعد المتعة مازال صداق نجعله راقي بقى غير رمزيين في نهاية المطا في الزواجات اللي كاينين عند هذا الجيل الجديد وخي كون رمزي في إشكال أخلاقي ولكن المتعة إلا أنت ما قادراش تمقفض ضد المتعة حيث تستبدأ من نار مرافط لا يعني أنت في حرب ما شيفنا يضال من أجل المصلحة للأسرة إلى آخره أراه كنقول لك أن الأمور عوجة غدا عوجة من ناقش من ناس لأنه كما كما قاسي محمد الأسرة هي ملوك تهم النس الناس دخلوا في حرب تخذ فيها مكتسل وصلا نواصلوا الناقش في قديم الحلقات وإنه 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 كيف مقردة كين بزيف دي الأشكال دي الحيف لا راكينا هاي الحلقة الأضعفتش فيها العاقل دي الدولة أعتقد أنه سيحقق مستوى كبير من الإجمع وغدى المراجعات الضرورية لفرضاتها الوقت والبشرية وهذه هي مرحلة في إطارها العيب في الحق الأحزاب لأن الدستور أصلاً تقول أساس بالنشأة والتمويل اللي كان أعطيك وتأضطر الشريع جاءت لحظة كتيروا الدراسات كتيروا الدراسات يا ريت هاي مخصصات باندراسات حالة اللي تكلمون علىها في حلقاتين سابقات هاي الدراسات كانوا كتخلصوا عليها هاي الأسئلة اللي طرحنا على الطلاق وعلى النساب للزواج والعزوف وكذا خلص تكون عندهم أمور هاي الدراسات تكون مضبوطة وكتخرج كسبة لوا الرأي المجتمع وحتدوا كل مناظين ديالك اللي معاي كيعرفها شنو كيقولوا هاي الناس دبا اليوم معدلاش حزب لك يعطيك تصور مجتمعي بشكل واضع خصوصا في محصوبين على السيارات الموتانية حقيقة حقيقة تحنيقاش آخر مرتبط بالخلفية الفكرية اليوم لأحزاب السياسي اللي كتقود الفعل واش مازال شيء يمكن يتم أفكار أو إديولوجيا أو اختيارات كتقود الفعل ولا الناس مغرب ولا دولة ليبيرالية وخرجها منها وهذه كرة تقطعت دبا وتعودت خرجتها على أساس كأنها إعلان دبا نحن في تغليط ديال وزعيم حزب كان مع أخ النوش نسيت الاسم دياله سنصطفى بن علي سنصطفى بن علي وقال اليوم المغرب خرج من كونه دولة إسلامية ودخل في إطار دولة الاجتماعية الليبيرالية الناس دبا قطعوا وخرجوا هذا لا ولا ما دمتي في العابات را غير هذي واحد بعد أيام قليلة رقم ثلاثة تركيبة التولاتية دي الحزب الأسر والمعاصر والسي أبو الغالي في اللقاء في بن جريك يقول نحن حزب تقدمي ديمقراطي أحداتي ديمقراطي على سنة الله ورسولي هذه دي استخدام فلكماشي اقتمي حضرتك وهذه بحل ديال اللي احنا معارضة صاحب الجلالة وشوف المواقف مثلا خارج المدوانة منك يكون عندك رئيس غرفة المستشارين في الفضيحة اللي كانت ديال العرص ديالبنتو مطرحهاش لنقاش وما تجاوبش وبقاتل فاضيحة كتروجل ورئيس فاري يقول انت غادي غادي ندزل الموضوع تاني موضوع الصحة رضام حسني غدا 7 أبريل هو اليوم العالمي الصحة احنا بغيناك غير باختصار توقف لنا على الجنة ديال المولد البشري كان عرف بلادنا دخلة بأورش كبيرة التغطية الصحية التوسع للعرض للبناء ديال المستشفيات تقريبا نصنا كتر من 12 يعني ديال كلية الطب يعني عبر مختلف المناطق المملكة العمومية والخاصة المشفيات الجامعية ولكن هالشخص عنصر البشري اللي غير يخدم فيها كان شوفوا يعني الوضعية هاللي أسبوع عني ترا كان الإضراب على التاني ديال الممرضين وتقنية للصحة لمدة ثلاثة أيام وكان كذلك إضراب ديال الأطر المستقبل اللي هم طالب الطب ويبدو بأن الأمر يعني مازال مئزمة مازال ما كينش حل فكيفاش ممكن أنه هاد الورش نجحوه في ضل هاد المشاكيل هدي ديال العنصر الأساسي اللي هو المولد البشرية والفشل ديال 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 المسعادي لاستقطاب أطر أجنابيا اللي كانوا واحد لوقات يتم ترويج له كان الفشل منتظر لأن كانت لا قدرشيش تستقطاب وما قدرشيش ديال إغراء لأولادك وبناتك يبقوا عندك هنا فغالي بما يمكنكش لك تستقطاب واحد الكفاءات اللي مضاهية ولا عندها نفس المكتسبات وهي عندها الإمكانية على أن واحدة هي تمشي البلدان كترحب بها بحل ألبانيا بحل هولندا بحل الإسبانيا بحل مجموعة من مجموعة من الدول يأتي هاد اليوم العالمي للصحة على واحد الواقع على الواحد صفيح ساخن جدا لأنه السنة بيضاء فيما يخص كلية الطب كلية طب الأسنان وكلية الصيدلة تبدو حقيقة أكتر فأكتر ونحن على أبواب على أبواب الجذولة ديال الامتحانات الأخيرة من السنة ولا شيء يندير بأنه يمكن يكونوا حتى وفق ما الدروس الامتحانة ديال الأسدوس الأول ما هاد الأسدوس الثاني يبدو على أنه مكنش واللي يزيده من الطين بالله والتحق الأطباء في قطاع العام والبعض من القطاع الخاص بهاد الإضرابات هادو ليشل الحركة ديال ديال المستشفى العمومي والمرافق المرافق الصحية ديال القرب بطريقة شبهة كلية في ربوع المملكة واللي هاد الشيء تيحطنا في واحد الواقع اللي خسنا نسأله لأتياد اليوم العالمي للصحة بشي يعطينا الفرصة هادين عاودوا نطرحوها الأسئلة هذا هو الواقع الواقع هو عنا 12 ألف طبيب و34 منهم 3800 في الطب العام ومنهم 7500 مختص عنا 12 ألف والخصاص اللي عندنا هو ديال 30 ألف طبيب عالأقل عالأقل احنا عنا 12 ألف وخصنات 30 ألف نرجع لهذا الرقم هذا لدي خصنات قريباً ثلاثة الأضعاف من الناس ثلاثة أضعاف اليام حالا عدنا 25% من الحاجة تماماً تصل ذاك لمعدل ديال المنظمات العالمة الصحية يعني عدنا الربع من ذاك المعدل ديال الأمم متحدة عندنا 31 ألف وستمائة ممرض وعندنا نقص ديال 65 ألف ممرض يعني بهذا المعدلات هذو نسجل من واحد من المعدلات والأطباء والممرضين مقارنة بالساكنة واحد من الأضعاف في العالم بأسره واللي حتى البلدان اللي تعيش الحروب منذ عشرات سنين لم تفرغ من مواردها البشرية بهذا الشكل فضيع جداً عنا سنوياً كان سنوياً خريجي كليات الطب بوحدهم ألف وستمائة خريج كنتمشي منهم بطريقة مباشرة ستمائة طبيب اللي كونا بالفلوس ديال دافعي الدرائب تقريباً واحد مليون ديال الدرام لكل خريج لكل خريج وفي جامعات دولية وأتباتوا علو الكعب ديالهم بزاف عرفنا فترة ديال كوفيد اللي بزاف شنو فترة ديال ديال كوفيد هذا واحد حدث معزول جداً على ما يقع في البلد منذ تقويم الهكالي في سنوات الثمانينات الهجرة ولت سياسة ديال الدولة اللي محتاجة الدوفيز فأسهلنا الخروج ديال الجنراسيون ديال الشباب من أواخر الثمانينات ما شاء الأطباء اللي تيخرجوا رجاميع الميهن كيخرجوا رجاميع الرياضيين تيخرجوا رجاميع الفئات العمر هي كيخرجوا هذا واقع الهجرة هي سياسة دولة الميزانية ديال الدولة وقانون المالي كي تسنى في الدورة شحال غاد من عشرات الملايين ديال الدولارات غاد يجيبوا المهاجرين المغاربة فهذا المعطى هذي بقون كتبوا على رأسنا بأنه إحنا كنديروا كل شي باش نشجعوا الناس يمشيوا الهجرة ولكن إلا مشاولين الأطباء الممرضين نعلقوهم في الصمع نقول لهم علش انتوما علش انتوما غدي تمشيوا فهذا الأمر هذا لا يستقيم فأما فاشتي يجي سيد الوزير يشرح لنا بأنه رغدين نقصوا من سنوات الدراسة إلى ست سنوات باش ما يتقبلوش في البلدان الاستضافة فهذا الأمر هذا هو لا يستقيم لأنه ما عمر هذا البلدان هذو كانوا كي يأخذوا من عندك الديبلوم وكي يعتبروه صافي راه مدخل باش يدخل تمارس راك يديرو تقييم دي المعادلة وتيشوفوك شنو المضمون شنو قريتي شنوما الساعات ديل تكوين ليدرتي شنوما الانشيطة المهانية اللي كنت فيها دائما دائما يزيدو شي باركا وبالخصوص اللغة المهانية سيطاديغ داك اللونجليي ميديكال عموما اللي باش تيم كل يوم يسيرو فهذا الظروف اللي تنعيش فيها تطرح التساؤل ديال هاد الناس اللي عندهم سلطة القرار ديال احنا فهذا النقص المهويل ديال عندنا غير 12 ألف ومحتاجين 30 ألف عندنا غير 31 ألف وحتاجين 65 ألف في العود ما نقلس مع هاد الناس هادون ونعتبرهم هما العامود الفقاري ونشكرهم لأنهم هما اللي عتقونا في المرحلة ديال الكوفيد اللي لقينا غير الممرضة في القطاع العام ولقينا غير الطاببة في القطاع العام هما اللي قدروا يجاوبوا على 95% ديال الطلبات الطبية ديال المغاربة في العود ما نعاو بأنهم ما غير يمكن لنا نعاولوا إلا غلا هاد الناس ونقلسوا معهم لطاولات الحوار ونقسم دك التعالي ديالنا ونعتبرهم على أنهم شاريك ماشي واحد الناس في مواجهاتينا ونكبروا بهم ونحسنوا لهم الظروف ديالهم لأنهم ما غيريش نختارعوا أطباء آخرون ما غيريش يمكن لنا نكونوا شيء إعداد أخرى هذا الواقع هذا تطرح السؤال لكيفاش أنت عندك هذا النقص هذا وكتعبت بهذا الموارد البشرية هذه اللي عندك اليوم واللي مطالبها ماشي شي مطالب سوريا لهم ولكن انت غيري تكونوا بشول دولة أخرى ما حالينا شيء راه الفكرة الفكرة عموما لأن هدوك لكي طلبوا رضا ما تبوشي بأن الهدف ديالهم كما يقال هو تحسين جودة تكويين والاقتضار وذلك شيء كان عرفوا ذلك شيء واحد جزء كبير منه حقون وريضة به بطل باش نكونوا واضحين باش ما نبقوا شعوتين كترو ولا نصوروا الأطور دينا بحاجة شي ملائكة لا ماشي ملائكة ولكن تشتغلوا في ظروف في ظروف قاسية جدا تتافق معاك وأنه هالضروف ستتحسين ولكن ماشي فقط المطلب هو تحسين الظروف بكل تأكيد على أنه ما غاديش يمكن البيو المطالب ديالهم كاملة ولكن اللي تنشاهده على الأقل من هذا الراوند الخرين ديال النقاش على أنه كين الكرسي الفارغ اليوم ما كينش طاولات حوار ما كينش طاولات حوار واش أنا غاديم كل ينفترض غير العقل فهد النس هدو اللي غير النج الفكري عند هالطلبة ديال الطب أو اللي خسنين نفترضو عند الفاعل السياسي اللي هو اللي عندهم الإمكانيات ما يكفي باش يمكن يورك على رأسه ويسمح فدك الموقف ديال التعالي راهب وخير وخنوصلو قاع التنابز وولاولاس بان قاع مسؤول سياسي من دور ديالو على أنه هو يسمح فوحد شوية كيبرياء ويجلس الأرض يلقى حولول مع واحد الناس اللي ما عناش عليهم لهم إذا ما كان شي تعقب نزل حاجة فرفز بشكل سريع بالفعل أنا رصدت هاد الملف وتلمس بالفعل شيء من هادش اللي يقل ريضا كين شوية تحدي واش نقول التنطوع وشوية تعالي كي ما قلتي بالضبط في التعامل مع مع الطلبة باللغة ما غاديش تفرضوا علينا قرارات معينة أعطيناكم ذك الشي اللي ممكن وصلناك على خطوط الحمراء لن نتهاوناك حكومة يعني وش ده بنتك تقلب على حل ولا كتقلب على التأزيم ديال الوضع حتى عندما يفترضون أو يلميحون لوجود أطراف سياسية وحقها تاني العدل حسان الناج وراء هذا الخطب ديالك راييون يعيشوه مالوستاذ فأنتي راه هذا واللي كي أعطوهم مشروعية لهذاك الأفعل أراها القوة ديالك هو تكون عندك قدرة اقتراحية وتسنات وتنزل من ذلك البرج العاجي ديالك مش ديال سناء الحنافيلة ديال الوزير ديال الصحة وديال التعليم العالي والتحاور مع عبادة تصور السريضة إلى الآن لو زير لم يجلس مع الطلبة في كل مرة كي يطلبوه بالإسم كسيفت لهم الكسيب العام مرة الأول و مرة ثانية عاليزة ما أنت يعني وزير سياسي لذلك لا تقلس مع عبادة الطاولة وتستمع لهم حتى أو يتكرر سيناريو التعليم عاد غادي نقولوا هذي وحدة جوج هذي اللي كتتقلق التريضة ديال سهولة الخروج وصعوبة الدخول أحد الميل في تعمل نعلي دابة مو هنديس أو إطار كي حول يدخل وشعرت يش كيدرول للعدب المعادلة أو لا والله لدخلتي مشيغل القوانين والنقابات وما تجيش وتولي علينا مسؤول وما تشد وحد الحسابات السيرات إذا أنت كتسهل باش تخرجوه ودير صعوبة تباليغها في يدخلوه واليوم طيب هذي الدكاء الشريعي دابة عند قام مشيتين قصتي سنة من سبعة لستة في تكوين دابة أنا أنا دانمارك وكندا والفرنسا دابة لحتاجي وندير تعديل فسطر ونخفضها لخمس سنة وزعمها أسيدي كان قبل لأربع سنين أنا لماذا تدير في هذه الحالة بمعنى أرى الحل أرى ما قدش تدوم حتى بهذه الطريقة أرى السؤال اللي قلت يكي هربو من وريضا هاد الشي ديال يعني تحسن الظروف للعمل وتحسن الظروف للعيش وتحسن الظروف للتكوين ما عندك عليها فيه وأنا كمواطن بالمناسبة أسيدي والذي يحكم وبعد علي الشيكة المفروضة وديك الساعة وممكن نعتبر مؤخرا هذا تسمحوا لي حاكم التازي ربما تعرفوه دكتور بأكثر من شهادة تقاعد كي يضرب واحد لغة قاتل واحد المحتوى مزيئ تصور طبيب وعنده شي ثلاثة ديال تأمينات عنده القنوب وعنده كذا مشاعل القلب حبسوه قالوا له الشيك الضمانة وتصور طبيب وقدم خدمات وتقاعد وقرد وهو نفسه ومشا للمسحة قالوا له قالوا له أرى أربعات المال الشيك بربعات المليون أعاد ممكن نديرو فيك الدينة دبلت أمينات قضاء وغرض شكول قلي دك شي ها شكول قلي دك شي مسحة الخاصة شكول قلي دك شي شكول كده اللي عملية في المسحة الخاصة وعلى كل حال لا ترضى مع القانون لا يرى سلسلة غدائية صحيح صحيح وكتسأل المنظومة الصحية اللي قليك دبل مراجعة شاملة من لي كل إنسان عنده لقنوبس وعنده يعني تأمينات خرات كميلية حياته كاملة هو كي يخلص من لي وقف عليك ووقف عليها تأمينات خصو يجيب مع الكاش هو في جي في سبيل سوعة مبعض يتلبون منهم عاد والي بنك المغريب خارج كيقول النسبة ديال النوار ولكاش عندنا منتشرة وقعد جود الكارت ما كتلقى عنده تاديك الان سبانيا كتكون مهاجر سري كتدخل تعالج هو النوار من بعد كتكلموا عليك وهذا القادية اللي قلتي مثلا أنا غير أنا بشكل شخصي كان عندي إشكال صحي إفكتي موكتش يقولك لك أخط ما أخط دامش وهذا الشي اللي غادي تشدير عليه التحليل كاتش لأبوغاطو كيقولون لك 1800 درهم ولقيش لك أخط ما أدنش جيل ما أخط دامش أنا غير بعجالة باش نكمل بسرعة بسرعة مع شوية ديل تحفوظ اللي قلتي من جاء على النقاش من طرف الطالبة الإشكال اللي كيجيني في المغرب بشكل عام وكيبان في الحكومة الحالية وكيبان في النقاش جيل طيب هو ما عندنش واحد تصور شامل نحن شنباغين وخاص عيب دير المقارنة ما بين المغرب واليابان ولكن اليابان واحد مرة كنشفشوا نقرروا أنهم من بعد مئة سنة بغوا ينضموا كأس العالم كيف بدون يوجدون مئة عام يعني الحكومة اللي بدأت توجد ما غير تعيش ذلك التظاهرة كانوا وجدون ثلاثة ديال أجيال من بيت نحن المغرب في الجافاف كانت نوتي يبدأ الجافاف بعد نشوف ما غير نديروا الحلول صحات كتبالي عندك أزمة وكيبالي هات الخاصة اللي كتكلم عليها رايضا رحنا شوية فكاز الرباطرة ما كتحش بهه وخرج المناطق الأخرى في المغرب يلا بغوا تخصوصات معينة مكين بلا من دوي على النقاش اللي بدأ في العالم كامل اللي يمترح في المغرب اليوم عندك عدد من تخصوصات ما بقاش كالداوي كاتمشي انتباش داوي مشكل جلدي ولا مشكل ديال أمراض النساء هذوك الأطباء في القطاع الخاص ولا جزء منهم كيدير جميل ما بقاش كيدوي معك على المشاكل الصحية اللي عندك قولون واغ يعني هي منظومة كولها عوجة وإحنا كان ناقش دا بغير في لقطة فيها الكسور طبيب ديال 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 العظام سيتهرس في دوار نواحي زغورة تيطلعت يقول له هذا ديال المناوبة مع واحد أخر هذي يومين رهما مكين وكي عدو سيفطول الواجزة تصور كسر أخص كدر بعين كم متر بسوصل لذيك للسنتر ديال ودرب على 160 باش توصل لواجزة وما زال تيد ذكرة الدم أنا مشيت عن طبيبة أخصائية وغادي نخلص ومن بعد بيان الشغل عندك الإشكالية يديل نوع لك شوية كدو معي على الجميل ما كدوش فرق بحلويدات البيضاوي كدوش بسبب النزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين وغيرها هاد المسلسل ما غيسليش شنو ولا بينش واقل واقل من هاد الشي بقي يستمر هي كما نقول تحيينية لأنها كانت وحدة أخرى في شهر يناير فكتكون في لحل المشكلة وكان نخرج لأنها مشكلة نزيد نريد وحدة أخرى ربما في بداية الصيف مع الميركاتو هو شوف القانون واضح القانون الفيفا واضح هو أنه أي نادي ما خلش الواجبات توجاه لاعب في واحد الحد شهرين ومدربين النزاع ومعني كيف يبدأ النزاع أصلا ومغين قولك أنه في سنة 2023 تسجل كتر مستمائة نزاع في البطرار الوطنية غياغ هاد هاد تنزع تنزع أكثر 600 نزاع رقم رسمي أعطيت العصبار حتى لها وزارة الشاب والرياضة والعدل تماما ومن بعد قاموا بوابة الإلكترونية لأنه يتخاص بنيت يعني سنحييض من العقود الوراقية التي كنا نتعمل بها وعقود الإلكترونية يعني أي كونتراس نتيجة يدخل في السيستم لكي يزير شوية معروف وحد القضية بدأ أولا إلى لاعب شهرين أو شهر تقريبا مع مدة 15 اليوم يمكن ورقه يمشي إلى أي نادي آخر هذا القانون يدمر وهذا ما يفعله بعض اللاعبين حاجة الثانية وأنه كان مراحل وأن كان نزع الإنظار الأول الثاني للنادي ثم العقوبة المالية ثم المنع الجوج فتارات على الأقل تقدر تتجوز فتارات من الانتقالات وهذا روقع إذا تذكره في السنة التي تتوش فيها فريق الويدات مع وليد كراغي كان منوع من الانتقالات تشتوية للطبقات لأن أمريكا تصل إلى الفيفا لا يتوقع لجمع الجامعة لا يتوقع وهذا ما يصعب على الاندي لأن الوضعية اليوم لفوضى هي نتيجة التساهل لسنوات مع الفرق يجعلون أنهم يفعلون ما يفعلون وعلى لأن بكل بساطة وصلنا إلى مرحلة وحد النار خصوصا مع المطلع 2012 2013 وحد الجيل المسيرين الفرق الذي يجعل الأرقام للتوقعات بالنسبة اللاعب في العقود ويقولنا أن اللاعب يقع ب800 600 500 200 300 300 مليون سنتين تماما ويقع بأرقام الكبر من القيمة الرياضية له هذا كامل لماذا لن يتوقع في البطولة أو لدينا ميسيات أو روضيات وديبرين ومعرف شكور بالعكسر المستوى غادي وينزل المستوى الفرضي لللاعبين ولكن حيث هذه 600 و800 يكون فيها كذلك التضخيم المارشي لما فيه فائدة الوكلاء ومن يشتغل مع الوكلاء من صماصرة ومن قتل أندي يعني أنا مثلا رئيس نادي كان وقع ب600 200 وعند 300 مليون إلى آخر وقع 300 بلوتو و100 أخر أخر كتبشي غايت حيث بلاء وكان ركوب برمنا 1 المياه كنقسمها بينه اللعبات يدار وعند قصص معروفين في البطولة حيث علشاد المارشي كان يدار وكذلك كانت تكتر رغبة للصفرات بعد اللعبين هي بدأت أصلا رغبة للصفرات باللعبين هنا سنأتي إلى نادي سنضع أحسن مكاين في الصوق سنحيض أخرين وأصل كين الندرة سنضع وربما لا يلعب بهم لدرجة أنه كين فراق في البطولة كانوا يتذبون في انتقالات الشيطوية 11-12 لعاب ويلاعبون ويبجوج منهم يبقون اللعبين يضورون ويضرون إعراء إلى آخر هذا ما معمول به لا يدعم أخرين وصفر كان نعيش وضع جديد الوضع الجديد هو أنه الففا لم يبقى مرحمين ويتم لا ترى العدد الاندية المحرمين والنموذج الذي بحث اللعبين هو أنني سأذهب النادي الذي سأذهب معه 80-90 مليون في العام وعارف راسي سأذهب ونتخلص بـ 20-20 في الشهر لماذا؟ حيث هذا الاندية الذي سأذهب معك بـ 20-70 وماكسيم 120 إذا كان لاعب ممتاز جدا ويستطيع أن نصل معه 150 مليون يمشي وعلاق جديدهم عندهم بلج عندهم بلافون يمشي وفي لا يفوتوش اللاعبين ولو يخاف يمشي وقع 300-400 ويبدأ يجري مورها في النزاعات وما يتخلص وشوف فوقها يشد هذا هو الخطير طبعا لأنه يلاعبين يقول لك لا تسوق سأخذ لك لأنه لأنه لمشان بعد الفيدراثون ومشان الفيفا يجب 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 هذا هو الوضع العام الناس مستبدين منه لكن نستطيع مؤشرات على أنه سوف يصلنا الحدود لأنه كما قال الرئيس العصبار احترافية كان انديا اليوم بالوضع يدير ومقدر ستكون في القياس مشترف ستكون في القياس مشترف والخطير في المعنى أنها رغة الفتيجة الإفلاس مثلا سيتا مثلا المغرب الفاسي والتيحة الطانجا والتيحة الدفاع الحسني الجديد وثلث الانديا التي ترى أنه ملاعبين على ألقاب ملاعبين على خاصة الطانجا التي تقاتل لكي لا يطيح في القياس الموطنية الثانية العمل اليوم تهو معني بالانتدابات وفيش ترى الألقام لكي ترى 500 مليون 400 مليون إلى آخر وفي الوقت الذي لدي هذا لم تضع تدرهم سنتيم واحد في تكوين وهو الأساس في الموضوع الأخير اللي وكيد أغس نرجع عليه لأن أبقاش للوقت بزاف كنت تعرفوا بأنه آخر حلقة من شهر رمضان وهي جرات العادة أنه كل مرة كان ترق الأعمال أساسا الدرامية التي تبوتها القنوات الوطنية اللي شاف منكم بعض الأعمال تقييم ديال الأولي نحن أكيد نحن ماشي خورة ونعترفوا بها ولكن جنمة المقارنة مع السنة الماضية وهذا وشكين تحسون وشكين رتبة وشكين شنو كين سنة شبال لك أنت أنا للأمانة لا تبعت بزاف ديال الأعمال يلا هذي واحد الأسبوع بديت عملين واحد في القناة الأولى واحد في القناة الثانية بالنسبة لي كيف ما قلت كخبير كمشاهدة مغربية كمستهلكة وخارك شوية بركة شوية تمثيل وشوية هذا اعتازلت اعتازلت أنا بالنسبة لي النقاش كيف ما قال حمزة قبيلة سنقول هذا على النقاش الأعمال التلفزيونية تفاصيل اللي هي بالنسبة لي أنا مركزية ولي فيها مسألة دائقة من حق أن كل واحد فينا يعجب واحد العمل ولا ما يعجبوش وكل شي خبير في التفاصيل الفنية أنا بالنسبة لي من كان بدأ مسلسل سواء منتج مغربي ولا أجنابي نشوف واحد من عدد من الحلقات إلى ما استهواني ما كان ما نكملوش ولكن مش بالضرورة أن نديرو هجوم على هاد الأعمال اللي يعجبني في العملين اللي بديتهم بلما نقول الأسماء هو أن جرأ في المواضيع يمكن بعض أشكال الخلل على المستوى الفني كتلقى شي مثلا شي سيناريو فيها شي حاجة ما مضبوط عش بعد مرات الحوارات كنحسبي أن كتكون عدنا ضعيفة ما كتشغلوش بما يكفي على الحوارات ولكن كنجرأ في تطرق المجموعة من الإشكاليات المجتمعية اللي ما بقينا الجيمة فغير فقط أن نضحك على ضواهر معينة أو على أشكال جسدية معينة وحد صمرة أو غليظ أو انتماءة جغرافية وقبالية معينة تماما فكن أنا كنت أعتبر هذا شي داخل في واحد تطور جميل أن ننتقض في سبيل أن كل عام أن نحس نكتر غير أن تكون لدينا هذه المواضيع مطروحة في الإنتاجات الدرامية فهذا بحد ربما ستطرح بشكل أفضل مستقبل وكذلك دووا علينا واجيوا علينا نحن مثلا بالزيف دي الأمور بقم الميزانيات اللي كان ندروها في الأعمال دي المشي الميزانيات اللي ممكن نقارن معها في بلدان أخرى الشي اللي بنسبالي أنا جوله تخوف دماج هو هاد الهواس اللي أنا نمش نشوف النجوم دي الإنستغراف بلص نجيب ممتيل ولا ممتيل أنا بالنسبة لي يمكن مكان الحال ممتيل أو ممتيل يمكن أحيانا يخفق قليلا أو ما يكون في مستوى جيد ولكن عنده الآليات بش يعطينا دي زيموسيون ماشي واحد فقط أو لأن عندهم آلاف المتابعين على مواقع التواصل محمد الغروس المتابعين لم يكن نتسرع الموضوع الحقيق يحتاج إلى ترتيب أفكار لأن كما بدأت كان ندير فيه أفكار لا هذا شيء غير أول يجعل في القناتين دي نرى في اليوتيوب الناس اللي اختاروا الهجرة اليوتيوب وشفت أيضا الشاشات المصرية اللي كتكون غفرة كبيرة وممكن نقل وصلت مستوى الثالث او الرابع زيما كنت ندرع الحشاشين على المحمية النعمة على الأكثر مشاهدة اللي كيعج الضواهل اعلى مشاهدة اللي كيعج الضواهل اللي كنت مواضيع يعني واحد أخرى في الأعمال دي النا في صراحة مطرين نسميه في الأعمال دي الأول بالنسبة لي بو الموضوع دي الجوجوجو في القناة التانية الفكرة كما قلت سنا مزيان الزعيم وقريو دارنسا أيضا بقدر صلاح وفاتي بطريقة بأسلوبه لكن كان عدد المواضيع اللي كتحس أن واحد العمل يعالج إشكالات كتعيشها وأنية وكان شوية الجرأة كان أعمال أخرى اللي كتحصل لها مفروضة وما فمتي ما عرف ترفع للذكر ولكن لا تحتار مزعم في الحق الدكاء دينا عندنا أزمة نص وأزمة حيوار لا تستمتع مع الأسف ممتلين دينا مليكي لعبوا أدوار وحد خراء في نصوص محترمة وفي سياق خراء يعني كي بدعو دونك تيبين أن الإشكال أساسي في الخلايا وفي الخلايا الكتابة وفي النص أكثر منه في الأذاء إلى حسن ضم صوتي للذين طلبوا كبور بالنسبة لنا انتهى ونصبح نتوقع كل ما سيقول الحبيب وكل ما سيفعله قلطة وكل جربت هيلمان شوية يجبوا إعدام كبور تقديم طبعا اللي عمل فيت هو في حوار المتحدث دينا قال قال على ما سنقتله هو يربحني ممتاز على ما سنقتله هو كده الآن بالفعل هذا رأيي ديال المختصين ديال المتتبعين ديال أنا حضرت عرض ديال مثلا هو يزكبور خاص ومسرح كي عود فيه لا فيه نفس تعاويد إلى ذر يقول مثلا تتقول ما علانت عندك بنتك يقول زهرة تقول لجمهور يقول خد زهرة يعني يكمل معه جميع ديال الممكن إذا توقع المفاجأة انتزاع الضحكة هاد الحبكة ما انت هاي كنت دفع لها بس ولد بلادك لا ما اجبت 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 سلكة لا اجبت طريس ولد بلادي يلا بس عمل مزيان نقدي باختصار ايضا لا ينتزع الابتسامة بس عمل نقدي سياسي ولكن لا يضحك لان يضحك بصعوبة طيلا قمح القلول الثانية والذي نقدم عمل نقدي سياسي كسر من عمل فني فيما يخص اجبت 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 عشرة الحلقات والسلام الا اجتحت الكمية العدد اللي دار هاي نقشمها هاي هاي شي غال رضا تحس فيه المباشر ناطق غير رسمي ناطق غير رسمي كان يضحك وكان حسنا احتهو حلقيت انتهى وانستنفذ غرض بالرجوع الاعمال التلفازية هناك متلامزة الدراما والكوميديا يعني كتلقى نفس الممثيل كيدين الدراما وكيدين الكوميديا في نفس توقيت الزمني كيلعب هنا وكيلعب هنا لكن المجموعة دي الأشياء إيجابية نفضل نهضر بعدها العناصر السلمية اللي هي ارتجالية بسرعة ارتجالية معينة احد عنوينها هذي غيومين يصوروا فيما يعرض وهذ نقطة دي اللي قلت سنة دي البقين بواحد غليد كيمتل راسو غليد واحد قرع كيمتل راسو قرع مكينش هذي الموهيب ما مكتبنش لك الموهيب لكن هناك عمل كبير في تكسير طبوهات هذي المرة هذي هناك زينة المحاريم اغتصاب الأسري هناك التسوول هناك الارت هناك الحمل خارج إطار زواج طفل خارج مؤسسة زواج مواضيع محمزة بي كي يقول الوقت سنو تحمزة صاحب لما غليش شكرا لكم جميعا شكرا لحمزة بكم وأنوش دليل المستمعين إلى اللقاء عيد مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد للجميع